أهلا بكم مشاهدين الكرام إلى عدة جديد من حصتكم هجوم وعكس والتي نسعد من خلالها باستضافة رئيس فريق رائد القبة السيد سامير بحال الحديث عن عودته إلى رئاسة الفريق وكذا أسباب الوضعية الصعبة التي يعيشها فريق رائد القبة هذا الفريق الذي يعد مدرسة كوراوية تعاني الويلات وتعاني شبح الانديثار والزوال من خلال تواجده في المركز الآخير في القسم الثاني للهوات أسباب هذه المعاناة خاصة أن هذا الفريق كما قلنا مشاهدين الكرام منح الجزائر والكورا الجزائرية العديد من الأسماء نذكر على سبيل المثال عصات قصي سعيد شعيب مرحوم طالبي والعديد من الأسماء إلا أن هذا الفريق يعاني في القسم الثاني هواته للحديث عن هذا الموضوع ونقاط أخرى لها صلة بوضعية فريق رائد القبة نتشرف مرة أخرى باستضافة سيد سامير بحر مرحبا بك لا يصير مك وتحية خليصة للشعب للمناصر رائد القبة ونحييكم على الاستضافة بيش نوضحوا الأمور إن شاء الله سامير بحر رائد القبة اسم كبير لكن الوضعية الراهنة يتواجد في وضعية جد صعبة ما هوش يتواجد في الرابطة المحترفة الأولى للأسف ولا الرابطة المحترفة الثانية للأسف تواجد في القسم الثاني الهوات والأدهى والأعمار أنه يتواجد في المركز الآخر ما أسباب الوضعية الراهنة في فريق رائد القبة؟ يعني أولا مش مرتبة الأخيرة نسي مرتبة قبل الأخيرة بما أننا نتصلنا البارحة في الماتش الوطار بتاعنا من ما يخص الأسباب كانت الأسباب يعني واضحة ناس دارين يعرفوا القوانين ويعرفوا كده أبريكو تروازون وأنا قد ديتها كرئيس في الفريق نلعبوا على الصعود لأمور يعني تخص مادياً بلس كمادياً كأتروي شوز لي ما قدر ناش نلتحكم بس ما قدر ناش نطلعو وقدرت النداعات في كل جمعيات وللأسف يعني الناس جاوبوا بلوكل فريق إدارياً وإن المرتبة رجعت تضهور وإن الناس مقدمة شكوارتها وإنها خلتنا نضهوره فنياً حتى إدارياً خلتنا لهذا رحل الزوال وإنها الحمد لله يعني بلش عودنا وليمش سامير باحة نحن اليوم لازم نوضح الرؤية المناصرة على رائد القبة اللي ما هوش فاهم ولا شخصياً ما نش فاهم كل إعلاميين ورياضيين ما هوش فاهمين علش رائد القبة ويعيش الوضعية الراهنة أعطي لي أسماء لقادة فريق بحجم فريق رائد القبة المكانة الراهنة حنا ما نتكلموش قلت لي صحت لي معلومة على أن الفريق يحتل المركز مع قبل آخر كأنه إنجازه وما هوش إنجاز حنا نتكلمو على رائد القبة في قسم الثاني هوت المكانة مايش المكانة الحقيقية تاعه وتواجد فيه مؤخرة الترتيب كون الأسماء اللي وصلت للفريق الوضعية راهنة حتى ما مقوش في الألغاز تشوفون بريميديو لرسيكا يعني نقل نولو شوية نعود نولو شوية اللور فناصلوا عن الديو يعني السبب الرئيسي تحى سي الرئيس السابق اللولاني سيسعد البراب هو اللي جاء يعني وخلانا خلانا باللي نشوفوا الفريق تخلنا الاحتلاف قبل ما نتخلوا الاحتلاف أو قبل ما يوصر ما بين الأسباب ما بين الأسباب الوضعية هديها اللي خلات الفريق يتطلع كيف سي دراهمو ولا الاسباب هدي الناس اللي ما عرفتش اللي بريميارانين هالي جايس عد رب رابولا رئيس رب راب اللي انسين بريزيدان جاء بدراهم وجاء بسوارد وطلعنا بالطريقة اللي على بلهم كامل بيها ولي ريزب على الجوار وفريق الحراش بيش يطلعو مطلعناش ومبادة حنا اللي ريزب لوزان ومالوزان وروحنا على سويس ومبعد طلعنا وبعد العام الثاني لكي الفريق يزيدوا الإنجاز زادوا ضخمة الديون ربرا بنها اللي راح صح طلعنا بطريقة القانونية اللي كي نفعل للفار مانيش نقول ما لازم شي ديرها ولا دارها اللي بوك داروها وطلعنا لطلع الفريق وجبنا الحقوق بتعناه بصح من هذك من هذك الوضعية خلوا الكريدي من تم يبدأ الكريدي وبعد جاء عالم الاحتراف يعني عليش كين كريدي هو جب دراهم لا لهم بعد كين ساحب بعد نساحب ربرا بدار استيقال التاعو والاستيقال التاعو باش نعود نولو التاريخ ربرا بدأها من الاسمبلي استيقال دار بريزيدون بارانتيرين واستيقال برها ما لنفهم حاجة سامير بحا خلينا نروح نقطة بنقطة يسعد ربرا بدأ القبة اسكوا جاب دراهم معلو العام لولاني جاب دراهم وعليش ولاوا بعد يدات والعام الثاني باش يكمل بدأ يسيني لجوار وراح وخلى ليدات فيهم ساحب من الفارق وخلنا لجوار بليدات ما خلش لجوار وهذوك لجوار الليبوك لابي القانون ليسمح لهم باش يحطوا للكونتران يتبا بروفيسون لرجلية مكادش بروفيسون لكلب برجلية يسمح لهم باش يدفعوا للكونترات تاعهم ما يدفعوا من لفر الديرالية اليومين هذا اليوم عندنا دي جوار لعبوا واليبوك تاربراب راهم يسالوا للفارق ورانا عشاك فوايا تاكيفون هذا من السب واحد من الأسباب زيد على ذلك تخلنا البروفيسونال ونحن ما كناش موجدين روحنا زيد تراكمت في هالديون كل يدية ما كاش موجداروحا ماشي فقط رائد القبرة نحن دور يجينا دي جا فارق فارق بلدي يعني بلدية صغيرة هل نصر حسين داي معوش فارق بلدي هل حراش معوش كيم القبرة نعطيه لك على نصر حسين داي نصر حسين داي الفارق الجار ضائرة حسين داي حتى الإمكانيات اللي كان يتقضاها من سيفونسون من البلدية سيبان نعمم اللي يتقضوها اللي حال لا ديفيرونس لا ديفيرونس اللي كانت أنا ما كنتش مسؤول على إبوك لكن هل لا ديفيرونس ما حال مليار ديفيرونس هي اللي تصنع الفارق أنه فارق رف رابطة الأولى ولو خروا في القسم تاني هو دع لهم بدران بخلو في البروفيسونال عندهم الرئيس تحمل رحمه مول انتوا ما جاكم راجل أعمال وراك تقول باللي هو من الأسباب نحن ما كناش بروفيسونال كي جانا قد ما زال عالم من الاحتراف ما زال ما تقناش ديه من هالي جانا قلت لكم من الأسباب ومبادروح نحن البروفيسونال نحن نعم كلام تحتيار فأنت عارف سامر بحان والاحتراف هذا مجرد كلام حنا نتكلمه على أرض الواقعة أنت تقول أنه المشكل المالي أعطيت لي ميثال بنصر حسين دي لي هي بلدية في العاصمة كما القبة ولا ممكن القبة أكتر من بلدية حسين دي تكلم على الجانب المادي نتاجيكم راجل أعمال معروف هو سيدي سعد ربرا تقول أنه بالأموال تعله اللي هبطنا هبط الفارق إذن المشكلة والله بالأموال تعله اللي هبطنا الفارق كانوا دي جوال عندنا في الفورمانسونتوني كانوا بلك ليسوى 30-50 مليون كانوا يدوها في العام قبل ما يجينا ربرا جاء ربرا ولك 300-400 مليون ومبعد يروح ربرا وهذو اللي جوال عندهم لاغروس وعندهم مشيسيزيون الكونت هذا من ما بين الأسباب اللي خلت فارق رائد القبة ينهار زيد على ذلك جمعية عامة لكين أعضاء فيها تصيبهم ديزا ديرون لعشرين سنة هو آديرون يتحكم في الجمعية العامة والفراك ولا بيات ألف ما حطهاش بندون فانتون هذو من الأسباب قانيك الكاريتية اللي رجعت الوضعية تعالف اللي جايلي هادروك الدول صدي القانون جدي اللي اغطان باش نديروا لها كنفرميتي اللي خلالنا هذا الخطر اللي 4 janvier 2016 اللي خلالنا نصفو لولا نحو للأعضاء اللي ما عندهم شيركوش اللي ما عندهم شصراحية وميجوش لزيز اسمبلي غابدين الاسمبلية لرسيكا غابدين لرسيكا انتاجرهم ممبر سوى آديران سوى ممبردونر سوى فوض غابدين لرائد لقوبة كراهين كراهين صدر ما يجيش بصح هو نهار جمعية اما ولا بشي حبي سيني على الدوتيار ولا يحبي دي المشاكل يعود يخرج لك متاك خادف لحيهم نحيناهم درنا جمعية عامة وتنحاو تنحاو درك القانون اللي يحكم درك القانون اللي يحكم يقول القانون هذا جديد اللي درنا الجمهور وما دام الجمعية العامة رايي طالب اللي بالروح أنا اللي درت الجمعية العامة قلت لهم أنا نستقل ما كاش مشكله جبل الاستيقال تاي قلت لهم يودي هاي لك بصح سناك وينقوانين دروها في النحية القانونية لما خلوش وناضجت الفوضى هذي اللي عودنا ولينا لها لانا في المرتبة الاخيرة لانا في المرتبة الاخيرة صافي إذا انت عودت وليس موقع وقوة سامير بحر ماشي قوة أنا اليوم الفارق احتاجني والليت منضورش الظهري الفارق تعي أنا اليوم لزانسين جوار عيطولي أبريكو دار لجنة الإنقاذ وسموها لجنة الإنقاذ لزانسين جوار على غيرار راشيد بوزاما شعيب صفصافي قدسي السايد وليزانسين ديريجان لزانسين ديرجان عيطولي يقالوا للفارق رهما حتاج لك أنت في الكوارت انتفلا قريمو لكن يزانسين هذو كانوا كونتر عليك الساب يا قل دوركال شوف دوركال الناس كانوا كونتر علي الله ما غير الحوال هذو الناس هذو معلش كالناس كانوا كونتر علي وكان ما جئت صحنا أقول لك من الأبناء الفارق من المحبين الفارق من المناصرين الفارق اليوم الفارق احتاجني ما نضوش داري يزيد عيطي رئيس البلدية يطلب مني يبلي لازم تولي لازم تولي باش ندير وليد في الليد ونقاد وهذا السيبورسة جات لوكازون وليث وبنايا ودهضرتها في الجماعية العامة خلو الخلاف تعنا عاقوتي على الاقل نتحبو على خمسة شهر ومبعده وجاي الصيف نرى لوكازون باش نشاء الله هبربي تتكلمت على اللاعبين الدواني السابقين ولي انجبتهم رائد القبة وذكرناهم وكل احتيارام لهم ما كتشوف البعض يرى ممكن كقراءات ممكن خطأ ممكن صحيحة انه رائد القبة هو ضحية ما يعرف بالشرعية التاريخية انه وراه انت تقول انه ممكن راه وراهين في ايدي اللاعبين السابقين تتكلم على اللاعبين السابقين نذكرتهم كانوا كونطل على سامر باحا صحا انا قد راهين باللاعبين سابقين انت بقول ممكن انه راه وراهين للعبين السابقين مع كامل احترامتنا اللاعبين السابقين هناك شرعية تاريخية في رائد القبة هي اللي وصلت الفارق إلى الوضعية الراهنة للعلم للعلم لعبين السابقين اللي ذكرت اسم يعني هم كانوا كونتر عدي كل أنا ومعاك أبار واحد والزوج اللي رهم عضو في الأخر بشتعار بالليش عيب عمره ما كان دارين له المنبر الأسامبلي صالح الصاد دارين له هو يعني اللي سينبول تعل القبة دارين له آديرون يعني وهذا عيب فانت بالقانون جدي إن شاء الله بربي لرح يقول لي بشي وليمان بردونر قاسي ساعد لو كم يكون جمارة يعاوننا في الفئة الشبانية ويكون يعني عنده الدخل بشيد قلاصهم لجان ما مش دارينه عطو هدو الناس يعني كامل كونترير هدو مكامل إيكارتاوهم اليوم كيصابوا الفارق راح يتنهار ورح يرح خلاص يبوا راح للزوال للقانون كنا على بالك بالليل كل يعني اعتزاز ولا فقر ولا وهذا ما شي بش نزيد لكون ما ولينا شحنا والقرب البيرو التائس كما قال واحد الإنسان قادر ولا إنسان يخدم ديجر قال لك لي بوست ولو ما تلعبوه مش بشي البالون ما تلعبوه لكو ما تديروش لا كونفوربيت إذي قلت لك الناس لو نحو بحا في جوان قال لك خلاص بحا لازم يروح جميع العام الطالبو صحيح تبحاتك بشيني لوجدرت كذلك نفس الأمر ما درتو عليه لا لا من ناحية القانوني يا أخويا خلينا نبتقي القانوني يا أخويا لا لا كانت تمشي إداريا مزيس قاضاء الجزائر حنا نتكلموا على المواقع إداريا كانت تمشي سيفونسو كان يدخلو لكن البيرو يقرأوه في القسم تاني موات ونلعب على الصعود وليموين صح ما تصعد وما قدرش نصعد مشي ما نصعدش ما قدرش نصعد أنتر ما تصعدش وما تقدرش تصعد لم يكن لديه حضوط كبير لكن كان هناك بصيست عامل يقال أنه سامير بحامل من الأسباب يعني غاضب الجماهير عليك أنك تلعبت بالموبارات صح أنا أقول لك خير قبل البارماشتع بارادو يفير الماشتع قروش مربحناش مربحناش في القبة سامير بحانت ما ما تلعبش يفير الماشتع ضالبيضة مربحناش سامير بحانت لاعبش لك تلعب معهم كامل لا لا نزل نعطي لك لو كان ليماش اللي لعبتهم وربحناهم قال لك سابير بحاش راهم هذو الناس تعال قول والقول اليوم بارادو كراهي تجو بالرزيلطة مشلف وراهي تجي مراخر قالني كوي تلعبوا معهم مضورهم يتلعبوا مع الرؤاسة وخرين هذو الناس نحنا مستعرفين باللي هذا بارادو عنده ليموايا وعنده مدراسة وعنده يلعب هذا يعني غير لعمة اللي ما حبش يصدق له حلي ما يقول هاش فالك بارادو كانت عنده كانت عنده كانت عنده الفريق تاعه في طريق صحيح مو تيفي بلس كنو انه باش يوصلوا باش يعرفوا الناس باش وصلت الفريق المرتبة الاولى العبلي فات السات بوان ديكار سيتي اوفيك شاك برسونل مهالي ريكي بريتلي صح ما طلعت سامير بحر اسمح لي نهالي شي ما نقدرش نطلع وحده الناس لي ما فهموش عباك نهالي وليت أنا ولي جنة الآن قطلبت مني بش نولي البريميار رينيون اللي تلاقيت بهم قتلهم لو كان انتو ما الجنة عقد وقفتوا معايا ما هالي دلت لأسانبلي فلالي كنت هارب سبعا قط لو كان وقفتوا معايا الفريق اليوم ما واش يلعب في النص والطروة ما روش يلعب على الحبط في النص والطروة كل اليوم أنا في النص والدو تعيط للناس روحوا تعاونونا ما نقدر عنش ما يعاونوش انت فتحت نقطة راي في الأسئلة رجال أعمال في القبة كان رجال أعمال في القبة كباقي البلدية ولا المدن في الجزائر لماذا رجال أعمال تعالقب ما يعاونوش شباب دراهم نظن بلك لانتوراج بلك سيديو لانتوراج هذو رجال أعمال لازم تسكسي بتهم نحن رحو نسكسوه منه نعطيه لك كان رجل أعمال معروف في القبة يعاون بدينوش فيك تيق ما داروا ما عاونو لولين ما شي قضية بحاسم لأه بحاسم يش بدر حكم الشغل يش بدر حكم الشغل المرتبة جا رجل أعمال آخر نسيب ومخلاوش نسيب نتكلموا على نسيب نسيب يعني نجم نقوله بالليل فريق ممكن تالي قط المؤامرة على نسيب ممكن صديقي صحبي نعرف كتر فاندوس مع المرحوم دارنا اليوم وش درنا اليوم وش رح معامل رح نلعبو ممكن تنحوص لنجيل استطاد لأولو وتعلا بلي بلي راحة للكاريتا والطريقة كيفاش جابوا اللعابين وطريقة تغيياب المسيرين وطريقة تعيودي لجوار لجوار دوما شمير حوش يفطروا طريقة تعليج وار يحوص لجوار لجوار لفريزون تريما ومكاش الماء طريقة عرفت بلي راحة للكاريتا خاش القضية مش قضية أموال برك قضية لازم رأيس يوقف مع اللعابين سامير حتى في وقتك ما كاش الفريق في الخير تاكم حسنا انه رائد القبة كي كتر رئيس في الرابط دعنا بارابول خمسة شهور كان في الخير وره وقع وقع هل ترى انه المكانة رائد القبة هدية دعنا مش قديث مكانة لقلت لك المكانة بش تطلع منها سي قديث وارد ما كاش الناس ما كاش تعاون ما قدرش تطلحها ما قدرش نطلحها مش مش عيب وقلتها في الاسمبلي وفي كل الاسمبلي لالي تعنا ندير وفين ضاني ما لعليش تلبي النادي لمكش قادر تطلح تريح رئيس فرق لا لا اليوم ما يش قادر تطلح اليوم يودي ان شاء الله بربليد في اليد بش ما تسقط اليوم رأيت قبلت الموازين اليوم أنا جيد قلت لك ما نضواش ضهرية قشف الوطاق أنا الرئيس الشرعي أبريكو يطلبوا بلاسين والأموال تحل الفريق يروح والشرعية تروح اليوم يطلب مني رئيس البلدية وليزان سين جوار وليزان سين ديريجون هذين جنت العيقات يرام داخلين بالمال تاحهم يقالوا للي لازم تولي تنظون رئيس الشرعي في الكوارد جميع النسيب اللي نحياه بالمناسبة مخدم منش الكوارد بندون سين مو العلم ولله هو المكتب للإشارة وليش نزيد نوضح لك الأمور نهار اللي طلعوا لدي جياس بش يقولوا لهم يعني الرئيس ومن النسيب قالوا لهم القائمة اللي طلحتوا بها نسيب القائمة اللي نحيتوا بها نسيب هذيك غير شرعية واللو القائمة بحال يودي هذيك هي شرعية في هال السيكسيون في هار أخرين هذيك لأ أول توليت هنا عليش نحاوك وعليش ردوك نحاوني على أساس قال لك يودي ما ما قدرش تصعد وعليش ردوك اليوم رئيس الشرعي اللي بروفوك اللي ودرت ل كونفورميتي ما كاش كون يدير وره الرئيس اللي راح يدير ور الإنسان اللي راح يدير بما أن الواتاة كل شعلا اسمي ولي سيف فون صمش يدخل كين كان ميزانية راي في البلدية مبلوك وره الرئيس لو كان نسيب خدم كورتو نسيب دراهم بلا سؤال وخدو رين كون تقدروا يخرجوا دراهم مع أي طول إش بلا كذي الحقيقة البرة وكان قدروا يخرجوا دراهم بلا مع أي طول إش بما أن رغم كل أمور ودي جي ياس بش نعطي كلهن ننه لجمع جنسي كولي فق قلبك بكل صراحة ولا يعني فرح لما عودوا يستدعو وكعرفون الجمعية العامة بشتاو تولي رئاس شوف فق قلبي ولا مراخ يعني أنا لأرسي كنحب اليوم الفريق يحتاجني ويتحب الرئاسة تح رئاسة 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 تح لو كانت كون فالناصل الان كيش لي محبش رئاسة تح رئاسة تح الحبطة واليوم الحمد للإشارة بش لقد قلت لك البارح ربحنا ماتش روتار للعلم يعني صفي دو ماتش بلي يعني بريزي دو ماتش جبت 4 بوان صدي بالوضعية في كيف يجب عيط لها وسم 60 شمبيون التعمي بالأحياء ماتش 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 في القبة البارح وين الماتش وين ماشي مع نيبورت اكي كيف مع جي سدي تصور لان لما واحد يستمع إليك يشوف بلي أنه تقول بلي أنا هو المنقذ الواحد على رائد القبة إداريا لحم إداريا على أرض الواقع المناصمة يهموش الإدارة وش الدين تابع الكوار يهمو النتائج إداريا رياضيا أنا قلت أنا واحد ما نقدرش ولعبين واحدهم ما يقدرش إدار رسالة الأنصار على رائد القبة الأنصار ومحبين الفريق لازم كامل اليد في اليد ما من المحبين تعالفريق وهدو محبين تعالفريق وش يدير صد الأنصار وهم يخلصوا لا لا ما يخلصوش وسامير بحاير يحرائي لا لا ما يخلصوا لجوار وعمر وخلصوا غرتيك يتحم وزيد خير ما في يشوف ما ما يسبوش لجوار في الدخل هذه العادة سيئة هذه العادة سيئة ومحش ضد عليها وكل الناس في الجزائر 40 مليون جزائر حتى اليو يشتم لما يخرج من الملعب يقول لك أنا ضد الشتم الناس كلها ضد الشتم لكن انتال الشتم تعاللاعبين ولا الشتم تعال المدرب ولا حتى رئيس النادي في كل النوادي للأسف هذه الظاهرة كاينة لكن النوادي يتلعب يتدي بطولة يتدي كأس الجمهورية خاصة انت شفت فيلي شوف موحد يسبوه هذا الظاهرة خاصة هذه الظاهرة خاصة في القبة هذه اللي نطلب منهم يودي عاونونا بهذه عاونونا بسكات عاونونا بسكات وما تسبوناش يجوار خلينا فيلي شوف موصحبي مور الماتش اخويا ورانا لكم موش مجاني الانصار يشتموه هاني قلك واقع اكيد أنا جي مور انيزا واقع رهي خار رهي صايرتنا هاني نضيلك لعبنا ماتش جبنا ماتش مع الشرق قد نكوة جار يحراف المرتبة الأخيرة جيبوا معهم ماتش اللي خلاص الماتش يرح يسيب لي لجوار وهذو اللي جوار صافي سيم وولا سيث مورهم الفرق مدوها حجة مدوها صدر على الاقل نوقف معهم معناويا على بلك البالون موش نتيج مجيش عقد اكبر اخترات بضرهم وما تقديش نوقف معهم وما تقديش ممنا هذو سيدي جان جوار سيدي بار دي فامي نوقف معهم ان شاء الله بربي وتكون نتيجة بسا كونديسان ولا الموحد كامل يدير نتيجة وحدة صحيح الوصول نقاش معك سيبح عدنا فاصل اعلاني مشاهدين الكرام فاصل اعلاني ثم نواصل اهلا بكم مشاهدين الكرام الى الجزء الثاني من حصتكم هجوم وعكس معضيفي لهذا العدد سيد سامير بحا رئيس رائد القبة كما تابعتم مشاهدين الكرام تحدثنا عن الوضعية الكاريتية للفريق وعن اسبابها سنواصل الحديث على الفريق وعلى خاصة قبل ما نتكلم عن المستقبل الفريق اذا سامير بحا في ضل الوضعية عفوا نراهنة على رائد القبة نقدر نقول انه انصار رائد القبة توعدهم بسيس عمل للأسف لو كان كما نقوله بالعامية لو كان عطار ربي بالعامية انك توعدهم بالصعود للأسف انك توعدهم بتفادي السقوط الى الاقسام الدنيا نالو كونش ككيت ولا كان عندي يعني مين باقرام درة من الشك باللي الفريقي احبط من جيش هذا مستحيل قبل في القسم التحت المستحيل ورح نخيب الناس الضل اللي كانوا كانوا الفريق خلاو خلوه نعار لكن دائما كنت تقوله مستحيل رائد قبا لا مستحيل فريق او في القسم التالي هو لا لا من القسم التالي حتى نظرك موش في الرابطة الاولى القسم التالي القسم التحت من عش من سبوك هذه نوعد يعني يكونوا كامل التفات ورقة الفريق مش شباح وحد رح ينقض الفريق سيل لعبين تشكو تطارف لك مراه هن لعدي لا لا راح نسي للانطور اشتع الفريق سيل من مونا صير من الملي دلو ندن زن كل ما بيان ستابل من هم بعد لعبين هم اللولد ان شاء الله بربي راح نوفر لهم لإمكانية التوحم وبين سير لجنة عقادة على رسام فارس محمد بالقيدوم هذو لزن سين ديريجان ومن هم اللي من ذكر ش اسم حفاظ عليهم والزن سين جوار لازم يكون رئيس البلدية اللي يعبدو يعني احترى رئيس البلدية هو مشكور على ذلك المقابلة اللي فاتت مع فريق جيجل وين هو شخصيا واقف دخل تأسطاد لتي حت للمناصر قال شريتي كتاك قبلا بزوان درجون بزوان درجون ساشون رئيس البلدية خلا كامل مشاكل البلدية ورح اللي لجور دو ما شادك ما كاش بلدي ما يخدموش بلدي لالي لعبنا المات شادك وزيد الاخور زاد برومان انشاء الله بربي زيادة على الاصف سوان اللي اللي اعطان الاخور راح يديرنا اعانة بميون دو دينار دو مليار انشاء الله اللي راح تكون قريبا انشاء الله بلدي المحيطة هل بعد العودة تعك الى رئاس الفارق لقيت انه المحيطة وبدأ يساعد في الفارق شوف يعني بخمسة شهور هذي اللي غبت على الفارق يعود وليت ما قلش الفارق يعني 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 تعال بمبي ما صابش عام نتكلم لعابين جابوا لعابين ما صابو شكون يهضروا مع لعابين ديريجون و ديريجون كامل هاربين هل كون يضيع الفارق كون يحمل مسؤولية هاد العام تكلم هاد العام تدخل بلي ناسي بجاء عاون بوش يقدر جامال جام مدرب ما ميسير شوف شكون اللاعبين للفارق لو كان جام نسيب والأعضال يعني المكتب تاول وكان لعب ودور تاهم ما يخلوش الفارق العاقل كانوا يقابلوا اللاعبين لعب وش يطلب يعني مكاش من هاد سيني ودي دراهم على اقل مواجهة تكلم ممع أنا هو رئيس القانوني لهذا الناسب مقدش ينفستي دراهم وموش تسقط علينا صدري ما نكون في الكوارت أنا بريزي هل يش متفعش كوارت كالقراءة تاهم منش عرف كانوا بل يلتفتوا وراء مشاكل واخد اخرين يضربوا بيناتهم الموسائلين ما دفعوش كوارت ما سيني وش لي بي بل بي في المعلومة اللي عندي اليوم ين هذا ما جابوه التنصيب الرئيس الفريق يعني امور اداريان كنت بعيد عليها ما كنت على بالي كانت بينا كانت بينا ونا رايحة كانت بينا ونا رايحة اللي هاللي راح يدرك الوضع سي بورسات دخلوا لزانسين جوار وزانسين ديريجان ونشاف باللي لازم الفريق يعني ننقضوه ان شاء الله بربي سامير بحا انت تحدث كثيرا عن الموحيط والانصار لانه بكل صراحة وارجو تقبل هذا السؤال بصد الرحب سامير بحا انت مكش محبوب من عند الانصار تعرائي القبة علاش اولا لو كان انسان واحد يكون مسؤول يكون محبوب صن بورسان يعني يكون منافق الحمد لله صدر رزموك ما حبونيش محبوك بزيف الانصار احنا محبوب من عند الانصار خيب ترهم اضمن تحهم هدول ما حبونيش بلك من مدلهم شدراهم بلك من مدلهم شليسير بلك من مدلهم شحاجة مانا حاجة كين قبض الفارق حل كم رؤسات تعال اندي يوم يمدوا الانصار من يش عرف علاش ما حبوني السؤال طرح مليهم علاش ما حبونيش اول ان الفليوم انشاء الله بربك انو انتحبون عيض ركم تصورونا ما كشوش كل سامير بحبوك لماذا دسينا النبض من قولوش هدو ما لي مثلوا رائد القبا البعض لبعض تعال الانصار يقولك انو سامير بحام من حبوش لانو جاء يفيد كما نقولوك من رائد القبا ما جيش يفيد رائد القبا جاي يستفاد من رائد القبا وش تستفاد من رائد القبا رائد القبا مسكين راك شغل انسان بسير وراه وقاعد يسن وش تستفاد من فريق هذا كما رام يقولونا انسان الحمد لله يقولك سامير بحام نوعا ما تحس المقارنة هذا السؤال يعني قلت عندنا الفرصة وطرحت ولي في رمضان عاوض نجاوب يقولك في الفطار سامير بحام الحمد لله كاف يروح وانسان تاجر فهمت وعندي فيلا وعندي محلات والحب لله يعني ما سني رائد القبا يعرفوني بلي بروش لي يعرفوني وش يكون سامير بحام بسيط الحمد لله سفاد مرائد القبا قلت مكان عن دواله ما مادرش ببلي سيتي أنا مادرش ومات ما عندي شو أنا صراحة أنا مرش أنت مرائد القبا وش تسفاد من رائد القبا وش تقدر تسفاد من رائد القبا يمنح لك أنك ممكن مشاريع ممكن العلاقات صاح بالك أنا مقاول أنا مليش مقاول بش نسفاد مش مش المش 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 المنظر بلدي القب ما تعطيك مش المش ري حتى القبا والولي ما طب ش وش ولا ما نمو قاول شكرت كثير رئيس بلدي القبا ممكن مش تعرف رئيس البلدي القبا أنا البرمير البرزيدون يقري قلت ما حبش عاون الفريق اليوم رأي عاون الفريق نه اضرب بكل صراحة اليوم رئيس البلدي القبا رأي واقف مع القبا رأي نه وينقال توم تكونوا شرعيين أنا هنا سوف نزيد زوج ما تقول بلا أنك انت قط رئيس بلدي القبا لأنه ما منحلك الأموال والآن لما راح يساعد العمل لان العمل عليش انتصور أنه هذه المنحة على رئيس بلدي القبا هي مزي من رئيس بلدي القبا ولما من أي جهة من أي يجيها أليست هاتي إعانة من الدولة لازم تيديها الفريق لالتروا بورصان هدو مسح الإعانة بسان يقلت لك إعانة واخذ أخرى هذي راح يزيد هاد سيفون سون راح يزيد إعانة الفريق زوجم لاير وهذه وقفة يعني لكن ليس مدراهم مدراهم البلادية ليس مش عبليج عليه وعطاك لسيفون سون هذي غير قانونية هل غير قانونية هذو أحب تتطور بشم ده الناش ولا أخو يا الله برمير فورا نستعنو بزوج بلاي را تحضر نحن نحن نفهم حنا رام الولاية والوالية رائم زيا شوف رائم زيا نحن نحن خير الوالي تالي الآتر كلب رائم في سواء دفلان رائم يعيش بشي فون سون تعلي والي ودي بلوكي والان سيتي سنتعر أخر وش من الحق هذا الحق والي تاع ولاية تفلانية إه والي ولاية الجزائر لا يجوز ما شي حقنا ما عدنا حقنا لأهنا يا كل واحد وره كيف يستعمل وكل واحد كيف شره يدر ضغوط المعرفة والموزين هذه الكورة القادمة الجزائرية اللي قلب الموازين تحصل حتى على أي سنتيم على اليوم هنا هذا ما كاشم إن شاء الله بربي راح فيها إن شاء الله بربي نطلبوا منهم وإن كان طلبوا مننا الواتيق وإن أنا كالفتال إبوك وإن دل باسا صن كونسين مدي سي جام من سيب والأعضال المكتب بتاعه سكريتر جين اللي كان ما أعطيت لهم الواتيق ما مقدموهاش وإلا سيف ونسون تعالى دي جي ياس وإن تحرمت منها الأرسيك خاش مدوهاش ما حطوهاش في وقتها وإن يعني فيها إن شاء الله بربي راح نجروا باش نحط الواتيق بورفول بيس إن شاء الله سامير باح أنت كنت عندي عشرين سنة وأنا مسير في الفارق اليوم رأي في سبعة وربعين سنة كان في عمري اثنين وعشرين سنة كنت مناصر 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 كنت رئيس لجنة الأنصار وبعد لزيش لون كملت على الفارق من عضو في البكتب من نائب رئيس من الاخر حتى وين راني اليوم رئيس للموندا هذين نكملوا العهد الأولمبية هذه إن شاء الله عبر بي باش نعود نقول له سامير بحل الانسحاب سيد ربلاب من تسير الفارق ما هي الأسباب علش ما استمرش يعني سير ربلاب لأنه في شل المشروع تيعو الأسباب علي بوك أنا ما كنت في الفارق على كل حال لكن تكام أنت تقول أنك ركي في رائع القبة الأسباب يعني كانت أسباب لي وهمية وإحنا القبة كاملة عمنا بما أنه ما كاشي سنة هداول يعني أنفرستي وصح سيتي تنفرستي درهم بالمقابل ما تجيبش ستيبان ورمال ليبوك ما زالت اليوم من هذا هل كان بحاجة ربلاب إلى رائد القبة بشي يصفاد المشاريع بما أنه كان عنده تريزوري نظن تريزوري كان عنده نتيجة ما صرعت جمهور من المحبي الفريق سبوا تريزوري تاوي الأسباب قال ديميسون بما أنكم سبيتوا لتريزوري تاين نساح هذه الأمور لدينا رسمية الأمور الرسمية لدينا الحاجة الرسمية لدينا أما الداخلية العلم لله والأضرب الأمور تاوي ديميسون رغم أنه للأسف الحلم هذا رح يكون نوعا ما جد بعيد متى يعد سامير بحاء أنصار رائد القبة دعونا نعطي لهم إسبوار لأنصار رائد القبة بالعودة إلى حضيرة الكيبار تكلموا عن رابطتين الأولى وتانية وقتاش نشوف رائد القبة في حضيرة الكيبار شوف نهالين نهالين نحبسوا نهالين نحبسوا السطنين نهالين نحبسوا بما أنهم أنا مع الجماعة ما كاش مشكل ما شو نحصلوا في إيكس ويقرق نحن نتوحد كما نحن نحن أولاد القبة خاش نجم وحد أور بلدي القبة يحب لأرسيكة نتوحد وننقل ما صير الفارق أو اللون نجوز الأمور شخصية التوانا لماذا كل واحد يبحث عن المصالح الشخصية لا 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 حتى يحب الفارق لو كان يكسر في واحد يعني الأمور شخصية نحط أبر ما نحط المصالح ونحط الخاص الرائد القبة يعود يولي يعني ما كان ما رائز كان المنبرا نعي تو شا كان فى فى اسمبلية ادرتها وكانت اه انا شفنا فى فى الجماعية وكنا حاضرين ماهر على المنطينا الجماعية شفنا انك الدخول تاعك قابل وشتمة على العديد من العضوات الجماعية الجماعية كان واحد برك لي هو موش عضو وتسقطت على العضوية تاعه وان خلق جاني لأنه شتمك لكون طرع عليك تنحيها لا 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 القانون اللي نحاه القانون الخوية قانون الدولة الجزائرية اللي نحاته بما انه هو كان عضو موبر اكتيف الموبر لسيك سان جان اليوم يفي ديربا يتنحي ها اوتوماتيك مو اليوم الجماعية الان ما تصفيها القانون اللي يصفيها موش بحال يصفيها لازم هذا ولي انتفاهموا هدا انتفاهموا لا عندوا امر شخصي معايا نحط له اورغ لارسيكا ما ندخلوش لارسيكا مي لارسيكا فى الوسط لا نتري تعالى لارسيكا نحطوه انطار وانا ناديت خلونا من المشاكل خلونا من القيل والقال ايا انتحدوب على اقل اني قتلك على اقل هادي نبدو المرحلة اللولة اللي هي خمسة شهر باش ننقضوا الفارق في اقرب وقت خاش الفارق ما تنقض شه هقدك را هالروتور را و جاي اصعب راح صفح السوقوت را يصعيب على اطلع ليش يكونوا عارفين را يكون فيها كولاسة را يكون فيها ال الدي و جيب و راي كيوم فيها بزاف الامور انا من ناس لي ما اخليش الفريق التاعي يتحقر كيفاش تدير حاندي الآمور داخلها اذا راح تخل في الكولاسة انا راح نمشي كما يمشوا ستنسيستام كيف لا يقوموا يم Powderhead يقومك ومثلاء يقوم ب Ermicaragua حسنا من الحكم Belaca بلك من رابيطة بلك من حتى الفريق الفريق اللي يستقبلنا إن شاء الله بربي فهم بتمكش إيش كان إن شاء الله هل هناك أطراف فاعلة في الكرة الجزائرية ضد درائد القبة ما نظنش ما نظنش هدي يعني الكلام هدا لي هضروا يا بالمناسبة تتكلم عن رابيطة قلت عن رابيطة لا لا قلت ما يتحقرش ما قلتش ما قلتش حقرتني الرابيطة ولا رح تحقرني الرابيطة تكلمت قل أنه الفريق من التحقرش من أي الأطراف من بينها الرابيطة شوف أنا هادي أنا عشتها من هاللي جيت لابريميراني الفريق ما كاش عنده كوارت كيب يتندقضق في البيروات ونسقسي من البيرو من المكتب المكتب بيتنسقي لرسيكا وكيفه شو ما ما صبت حتى مكتب وجهنا ولا غلق علينا البيبان وقال لك لا لا كم الحس سيرونا عني حس سهلونا الأمور والحمد لله وين الواتيق رجعت والكوارت رجعت لرسيكا ورجعنا لقريبا يمومنا وسهلونا كم الأمور بما فيهم يعني نشكر بالمناسبة رئيس روراوة وين استقبلنا والمكتب تعال في ديرالي وين حتى سيقرباج وين استقبلنا وكان في إشكال وشغلكم روراوة لما استقبلكم بخصص المدعية راهينات على أيضا علي بوك دعض لك العمل اللولاني اللي جيت نعم العمل اللولاني جيت بنا روراوة استقدر مكتبش عليك هو كان عندي الدفع المعناوي يعني نفتاخر بيها الدفع المعناوي وين قال ودي القبة ما تخلوها شطيح وقفوا عليها ونستقبلنا يعني وكان إن شاء الله بربي برومينا بلي الإعانات راح تكونوا منها للأمور اللي كانت ومر لكو بديموند ومن الأمور مقدرناش نعبدو نشوفوه والنس لعبت لعبتها اللي ما مشاتش الأمور برط لي بروميس من إن شاء الله بربيه سامير بحاش كون هو الشخص اللي انترك مقتنع أنه العودة تأكيد لرئاسة الفارق راهيم زعفاته بزعف في المحيط الفاعل تا القبة الرجوع التاعي الفارق التاعي ولاديهم اللي راهيم زعفتهم بزافكي واللي تلارسيكا والزوجة بيانسر راهيم زعفتها بزافكي واللي تلارسيكا يعني الضغط الرهيب اللي كان اللي قطالي يصرعنا بأنهم على بالهم بلي ما تحضرش بشعبية وحبتها عن صلاة القبة لا لأنهم على بالهم بلي راح نتخلى عليهم شوية فلا بيلود هدية وننسمع شوية وننكونش حاضر معاهم لأنه عند الهل صحيحة رحلت من القبة رحلت من القبة سكون في ليزان فيرون في عين نعجر رحلت من القبة هذا من الأسباب الضغوطات اللي وقعتلي العمليفات يعني نسكون أنا خاش دار نار أنا قدامهم فاسستات كانوا يهدوك يا سامر بحر لا لا تهديد لا تهديد لأن المناصرين لأبري بارك هم لا تهديد بالكلام الطائش والكلام الآخر الزايد وكلام كده اللي خلنا من نغنان ايفي تي صرت الأولاد تعيص غاربنا هنا ايفي تي المشكلة الشيء رك نادم عليه كثيرا في المسيرة تاعك تعرائد القبة سابقا ولك مديسي دي عندك محش تعود تعود ديرو خلال المسيرة الجديدة تاعك على الأصل الفريق الشيء بالكرة أخر اللي در تيقع بزاف الناس وخدعوني تولي حيلي حاليا ولكتر من حيلي يقولوا علي يا حيلي هالخطراح يكتشفوا إنسان وخداخر كتر من حيلي كانش درتنيا في الناس بزاف وكانوا ما يستحقوا من صدر ما لا فيبال الضروة ولا بشيريحوا معايا وتقت فيهم وعطيتهم أسرار حتى يشوفهم لا هذوك يستعملوا هذوك الأسرار ولا ضمضيه شخص لي محش تسامح ولا الدنيا ولا آخر ضرك يعني ضربك في ضغرك شوف كين واقي على اليسارات اليناية بالعام الثاني نظرنا الفريق اللي رادي القبة مش شخص لي يضرني ولا المش تعقلي على هذك اللي بقتلي في الضاكرة التاعي وعم سعود على الفريق تعقلي عهو وإن الأم تاعي كانت مريضة وإن خارج أنا مستدراح نشوف الماتش بش اللي لعبوا سيدي قتلك جيش تاكوتي الأم تاعي مريضة شافتني أقدك شوية مقلق وهي مريضة فراش قراف طيحة لي فراش قتلي هكذا ما زمزم لي جوار وإن شاء الله بربي يدعو يعني الحسن النية كلي يشربوا شوية شوية ما زمزم لي جوار دخلت أنا لي جوار في سيارة بريان كوراش مومنا يعطيت لهم شرب وشرب في الخارج جاءت علي جوار استادقائي يسيب فيها ما فهمتش يسيب لي فالأم تاعي أطرت أطرت وإن أكتبش عليك وإن هذاك الماتش بكاني وربحنا الماتش وقالوا لي قبل ما نبدأ وبدأوا يهضروا باللي بحب على الماتش سؤال آخر على ذكر بيع والتلاعب بالمباراية هل يقسم سامير بحق أنه عمره والله ما باع ماتش لاش رعما شوف بيع عشر ولله ما بتتعليق بيع عشر على الأمول ما بتبعت مكت أهمبي سحطرات الفارق الثاني باش نحمي الفارق الثالي السلطول كي مايكونش عندي باش نحمي الفارق الثالي باي لك مايقولش أن يا سهل الأمور باش نحمي الفارق الثالي كيفاش؟ سواء الضغوطة تريك سيري سواء الضغوطة منحتاش مقابله ومنحتاش قدها معظم هادا كل ما Foods ولا يعني الكاسمون ولا طلعا راحت او المنتين راحت ولا بوضور باش الفريق المنافس متكونش عليه باش من نخسرش الماتش ونزيد نخسر ونخسر اللي جوار ساتس والي بليسيس وليزاقريس ونصور امور. تبتلق الماتش كما قولت. يعني كما يقولون. تأثير في المسائل البوطولة مش أكثر شوف ما حسب الجمراء غلي كواتو خوي. ترح تخرج على 200 كيلومتع لتزايل العاصمة خوي. متقولي لبوطولة لاوالو. اذا انت تعترف انك تطلقت ديمات. بلا دراهم لان قلت لي بيع وش راة تطلق بلي بيع وش راة واحضرتها هذي والناس على بالهم تما. وين طلبت طلبت من المدرب للععابين هاي القادية هاي القادية هاي القادية وش رايكم. بلا مقابل بلا مقابل يعني ولعابين جميع كدو كانوا عندي رام يلعبوا اليوم في ناصرنا الديو وناصرنا الان والحمد لله يعني ما عندي حتى يشكل. وين على بانهم لعبين يلديد دراهم. انت راك تقول لهم بلي اطلقتها باطل. تطلقتها باطلها بيجو هادرتها قدام ما من الجمهور تاع المنافس. بلي هاد الانسان رااني باطل بلك هو يقول لكم اراه بالدراهم ولا. مشي مقابل مشي قالها اسمع هاد البريزان يطلق باطل ما بلا دراهم ولا ولا. لا لف هذي القادية ما عندي شي شكال. بارك نزيد نولي هذو كل اللعابين بارك. نعود نولي الصح المفتاح تانسي الجمهور تيقوا في اللعابين هذو ما ما عدناش ما نقدروش راح نبدلو عشرين جوار ولا. مع اللي درك اللي يجبناهم تيقوا اطول تيق اللعابين تاعنا. وراح نكملها اونورا بليمو ان شاء الله بربي لا سيزان. والعام الجاي والالمان داولمبيك الجاي ان شاء الله بربي لي راح يقلفنا ان شاء الله بربي يكون عنده الوقت. اتمنى وخير سيبحة الرائد القبة هذا الفريق. مشي مجمالة فريق للأسف يعني هو يتواجد في وضعية مايش المكانة الحقيقية تاع فريق مد نعطوا اسماء بسيطة فقط صالح الصاد محمد قاس سعيد محمد شعيب المرحوم طالبي واسماء واسماء أخرى. صحيح صحيح واسماء عديدة يعني كانت العصر الذهبي تاع الكورة الجزائرية ويعاني نتمنى انه الوضعية تتحسن وممكن لما لا نعود ونشوفه رائد القبة في حاضرة الكبار سي سامير بحارة رئيس رائد القبة يعطيك صحة وشكرا جزيلا على كل هذه الاضاحات شكر الموصول للجمهور الرياضي الجزائر الكريم على حسن المتابعات قبل وتحياتي وتحيات كل الطاقم العامل معي إلى المتقى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته